السلام عليكم ورحمة الله اليوم راح نحل الأسئلة الوزارية لأصف السادس الابتدائي قبل لا أحل لكم الأسئلة خليني أشرح لكم شغلة مثل ما تشوفون الأسئلة الوزارية قدامكم طبعا هذه الأسئلة الوزارية مرتبة السؤال الأول هو قطعة خارجية مثل ما تشوف قدامك قطعة خارجية السؤال الثاني هو عن قطع قطع الكتاب وهذا قطع الكتاب شرحت لكم فيديو كامل على اليوتيوب واحد يضم لك ذنك كلهن يعني هاي عشر درجات هي مضمونة في جيبك لأن أسألة بسيطة جدا ما بيها أي صعوبة تحفظ ليها أنهن بسيطات وأنا شرحن على اليوتيوب هذا هو السؤال الثاني طيب القطعة الخارجية القطعة الخارجية جمعت لكم كل القطعة الخارجية أيضا وشرحتهن لكم زين وطبعا يعني كل فيديو انطعت عنوان يعني سويت قطعة سويت فيديو طبعا تقدرون يشوفونا للقطعة الخارجية فيديو الأسئلة الوزارية ما للقطعة الكتاب فيديو يخص القواعد هذا طبعا يخص القواعد وعيدنا فيديو يخص المعاني يعني شكوا سؤال يخص المعاني حطيتكم إياه أيضا هنا وكلمات فوق نزلهم جوه وذني كلهن كل هذا سويت له فيديو خاص ما للمعاني وأيضا عدنا فيديو لحلول لحلول الأسئلة الوزارية للتنقيض اللي هو موضوع علامات التنقيض هعيني بالإضافة إلى سؤال يخص مثل ما تشوفون أمامكم اللي هو سؤال الإضافات أيضا جمعت لكم فيديو الحلول الأسئلة الوزارية وأيضا عدنا فيديو مال الإنشاءات وكل فيديو موجود وتقدرون يشوفوه اليوم إحنا إن شاء الله راح نبدأ بأول فيديو وهو اليوم إحنا بهذا الفيديو مالتنا يعني راح نشرح موضوع الإضافات موضوع الإضافات يعني هذا موضوع هذا السؤال هذا الموضوع السؤال الرابع هذا اللي هو التنقيض والإضافات بهذا الفيديو إحنا راح نتكلم باكم أترككم للفيديو وأهلا وسهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله اليوم راح نتكلم عن التنقيض علامات الترقيم أو مرات يسمون الخط وأيضا نتكلم عن موضوع الإضافات فبهذا الفيديو رح ناخذ محاضرة جدا مهمة وأريد التركيز والانتباه ويايا أولا رح نتعلم شلون نكتب الكلمات لما يجيني الخط أولا نستخدم الحروف الكبيرة مع أسماء الدول والجنسيات والعواصل يعني أنا لما تجيني اسم مدينة اسم دولة هذه اسم المدينة واسم الدولة حولها إلى حرف كبير فعندي إراك هنا مكتوبة سمول أسويها كابتل صارت إراك يعني هي بالامتحان بالامتحان مرح تجيني تجيني صغيرة هاي هي ججججة أنا ش راح أسوي راح أكتبها كابتل إراك مثلا عندي كلمة هالك كلمة تجاهها أي أم أو آ أممان عمان إذن هاي كابتل كذلك عندي اسمائل اشخاص مثل عندي هذا الاسم قل لي هنا قل لي هذا الاسم ادو اي ادو ا دي دا يا ديانة ديانة ها هاي ديانة ديانة او ديانة شون ما تريد تلفظها صح بس اهم شي تعرفها انه هي اسم فهذا الكابيتل هذا السمول راح تسوي كابيتل عندك نور هذا السمول اسوي كابيتل نور شوف ايش لمكتوب مثل اللي جاني اسم علي جاني اسم علي كذلك نفس الحالة من يجيني اسم علي على سبيل المثال جاني هذا الاسم هذا السمول انا راح اسوي كابيتل اقل له علي شفت طيب نستخدم الحروف الكبيرة مع ايام الاسبوع واشهر السنة كذلك لما يجيني يوم او يجيني شهر شوف لي هنا كلمة مندي هاي سمول سويتها كابيتل مندي كذلك عندي كلمة ماتش اللي هي شهر بسويتها كابيتل ماتش جانوري فبروري ماتش ايضا عندنا يام الاسبوع سندي مندي هذن من تجيني دائما سويها حرف كابيتل هذن النقاط لازم تحفظهن اظل عيد بيهن اظل اكرر بيهن واحفظ الامثلة شون احفظهن من خلال الكتابة اكتب اراك سمول وسويها كابيتل اكتبها مرتين ثلاثة أربعة خمسة الحد ما اضبطها ملاحظة الاخرى تستخدم الحروف الكبيرة في بداية الجملة لما الجملة نبدأ ببداية الجملة دائما نحطها كابيتل فاني هزن مثلا عندي هاي الجملة هي فيزيت لندن هاي هنا الاسمول سويتها كابيتل هذا اللي بالاحمر الحل الصحيح فقلت هي سويتها كابيتل هي كانت اسمول سويتها كابيتل لندن هاي اسمول ايضا سويتها كابيتل فصارت هي فيزيت لندن هي فيزيت لندن طيب تستخدم الحروف الكبيرة مع الضمير I في أي موقع من الجملة ضمير I هذا الآي اللي هي معناها أنا I love you يعني أنا أحبك الآن كلمة I لما تجين وحدها هذه حرف الآي لما نجين وحدها بالكلمة أحطها كابتر فنجعل هذا المثال علي and I like Iraq الآن هذا المثال ما محلول هذا حل غلط نجي نحل حل صحيح هذا الحل غلط نجي نحل آن ياكم حل صحيح طيب شون حل حل صحيح شون حل حل صحيح يلا وياي هذا علي I اسم علي small سويته كابتر هاي أولا هاي رقم واحد حلو I small سويته كابتر طيب like هاي تنزل مثل ما هي إراق اسم دولة شوفه سويته كابتر إراق اسم دولة أيضا سويتها كابتر مثل ما تشوف قدامك وآخر شي خليت نقطة لأن ابنهاية الجملة لا أزم نخلي نقطة شوف هذا المثال الثاني نجي هذا المثال أنا ما عرف أقرستاد يلا ويا يتهج ابو آ با وإس باس وآ باس آ وإم باسم هاي باسم أوكي أكمل like يا حب هاي شني عندهنا أتى أقراها أحو ال هل هذا الـ هذا الـ لفظ هاي هلا الحلة مثل مدينة he does طيب باسم ما سويتها كابتر like ستنزل مثل ما هي الحلة سويتها كابتر وبالأخير خليت أنها طبعا أكون نقطة لما نخلي دي نقطة آني لازم من أبدي أبدأ بجملة جديدة فراح أقول he does من عندي نقطة دائما من عندي نقطة أسويها بجملة طبعا بالأخير لا هي تجملة لازم أخلي نقطة مرات أخلي إعلامة تستفهم راح أقل لكم عليها شوك أن نخلي إعلامة تستفهم هس راح نجي عندهم لحظة أخرى يقول لا تنسى وضع الفارزة هنا في الكلمات التالية في الكلمات التالية إذا لما تجيني هذاني لما تجيني هاي اللتس هاي لازم أحط لها فارزة يشوف هاي حطت لها فارزة دير بارك لما تجيني الكانت بدون الفارزة لازم تحط لها فارزة ركز يمي ثامنا وضع علامة سؤال في نهاية الجملة إذا بدأت الجملة بأحد الأفعال المساعدة إذا بدأت الجملة بهاي الأفعال المساعدة is are do حتى إذا أجدتك ديد هذاني الأفعال المساعدة من تبدأ تدملة بيهن بالأخير أحط علامة استفهم يعني من تجيني هاي الجملة قالي can I help you أبوع الأخير هاي نا can إذن لازم ما نحافظ يولى عندي هاي ال can آها طالما عندي can اللي هي معناها يستطيع هل يستطيع فصارت هنا can بالأخير بداية سؤال إذن بالأخير أخلي علامة استفهم طبعا من أريد حلها ال can هنا سمول أسويها capital لأن بداية جملة والآي هذا هو small أنا أسوي capital وبالأخير أخلي علامة استفهم ليش خليت استفهم لأن أنا عندي can أو can لوحدة من الأدوات اللي تدل على السؤال وهذا الشي معناها عندي سؤال بهذه الجملة طيب مثلا قال لي are you hungry هل أنت جوعان الآن ال R هاي أيضا طبعا موجودة ويها ال R فلازم أخليها are you hungry مثلا عندي مثلا بدت الجملة بهو كيف أو مثلا عندي الجملة what نقول what's your name يعني هذا سؤال what أداة سؤال يعني ماذا فلازم أخلي علامة الاستفهم بالأخير طيب سؤال نقطة التاسعة نضع فارزة بعد الكلمات الافتتاحية إذا لقينا hi مرحبا there hello هذه الكلمات دائما لازم نضع وراها فارزة لأن هذين شفوان علامات السلام hi وبعدين اتوقف بعدين اكمل فهنا hi علي مرحبا علي خليت فارزة هنا ورا علي الفارزة تخليها ورا علي ورا احمد اي شخص hi علي مرحبا علي طبعا هذا هنا سموت سويت كابتر شوف علي ايضا اسم شخص سويت كابتر الفارزة نزلت الهو نزلت وبالأخير خليت علامة استفهم ليش خلينا علامة استفهم لأن عندي هو وهو أداة السؤال معناها كيف من اقول هور يعني معناها كيف طيب الآن ننتقل على توصيات مهمة يقول اكتب بخط واضح وجميل ولا تستعجل في الكتابة أبد لما نجيك سؤال ما الخط لا تستعجل بالكتابة أبد على كيف اكتبه براحتك طيب هاي واحد ثانيا ملاحظة الثانية يقول لا بعد بين كلمة وأخرى ولا تحشر الكلمات شوف هنا هذا هذا إذا تكتب هي تاخذ صفر بالامتحان دير بالك تكتب هيك هاي غلط هذه هسة اللي تشوفها قدامك هذه غلط لأن ما راح افتهم كل شيء من عدها وهذه الفوق هم غلط شوف شلون مباعد بيناتهم هذي غلط هذي الصح الكلمة أدمجها مع بعض أربطها مع بعض يعني أسويها الحروف قريبات على بعضهم لبعض طيب وأفصل بين كل كلمة وكلمة مو هيك أفصل بين الحروف كل هين هاي غلط ولا أربط بين كل الحروف هاي غلط بين كل كلمة وكلمة أفصل بين كل كلمة وكلمة أفصل خلينا نجنحل هذا السؤال ريرايت ذا سنتنس أعد كتابة الجملة انت عيد ويايا ريرايت ذا سنتنس معناها عيد كتابة الجملة ريرايت ذا سنتنس يعني عيد كتابة الجملة حلو يريدنا نعيد كتابة الجمع ويريدني capital letters يعني معناها هذا السؤال ما للخط أجي جو الكلمة أكتب وخط مرتب أجي أقرأ الكلمة أيو أ أح أحمد أحمد وان تو موس مو مو واس موس وو موس هاي موس حالو موس إذن أبدأ بالفداية A capital في هنا بداية capital A أحمد أرزل مثل ما هي أحمد وانت تنزل مثل ما هي تو تنزل مثل ما هي وكلمة هذي فدير بارك لا تنسى لا تخربطوا الحروف في فايس دير بارك هاي ترى غلب هس صح مو أو صل وبالأخير خلي نقطة إذا ما خليت هذه النقطة بالأخير ترى ينقصونك عليها هذه النقطة إذا ما خليتها بالأخير ترى ينقصونك عليها السؤال اللي بعد قال لي الدو إي دي وإن دين وإه دينة دينة آها دينة طيب إذن أنا دينة نزل capital طبعا لأنني اسم شخص اسم ابنية هذه دينة تنزل مثل ما هي أوكي كلمة travel هاي تنزل مثل ما هي ما عندي بيها شي travel شوف هاي طيب on تنزل مثل ما هي monday هذا يوم m-o-mo و-an-mon و-d-mond و-a-monday إذن هاي كلمة monday تنزل مثل ما هي وخلي نقطة بالأخير نجي على السؤال اللي بعد السؤال اللي بعده قال لي does هل does وحدة من أدوات السؤال أرجع لي أرجع لي أشوفها وحدة موجودة does نعم هيواني موجودة إذن هذا وحدة من أدوات السؤال إذن لازم أخلي بالأخير علامة الاستفاء إذن هنا بالأخير رح نخلي علامة الاستفاء نجي هس إذن هنا أبدي بكابتل does هيا خليها كابتل بالبداية does لبداية الجملة أقرأ هذا الاسم o-am-am o-am-am و-a-am-am و-r-am-ar إذن هذا عمر إذن m-a-r إذن does عمر هاي تنزل مثل ما هي و-to تنزل مثل ما هي كلمة اللي وراها أقرأها أبو a-ba و-eg bug و-eg bagdad هاي بغداد إذن أبدي بكابتل أبو a ونزل مثل ما هي هاي on أجي الكلمة اللي وراها أتهجه Thursday Thursday أيضا أسويها حرف capital Thursday وأكمل الجملة والأخير أخلي نقطة لأن لأن جملتي عادية وأنهي أكمل هنا عندي غلط لازم أراجع شو النقطة ما نعندي داز أهام إذن نخلي إعلامة استغفام فإذا خطأت مثل هذا الخطأ مو مشكلة أرجع من تراجع لازم تراجع إذا ما راجعت ما راح تعرف خطأك كم إلى الجملة اللي وراها عندي هنا أيضا هاي الجملة بادية باسم شخص هنا أقول علي كابتل ونزل الجملة مثل ما هي وبصرة هنا أيضا أسويها كابتل أشيل البي أسوي كابتل وبالأخير أخلي نقطة السؤال الخامس وين علي وين ولا علي عندي وين الوين مو بادية بو وإحنا موذكرنا أن الجملة اللي تبدأ بو معناها هذا سؤال فإذا بالأخير لازم أخلي علامة استفهام وهذا علي أيضا لازم أسوي لكابتل بداية الجملة يصير كابتل وعلي يصير كابتل لأنه اسم شخص وأجعل هالكلمة تهجاه إي ور أرب وإب أرب أرب وأرب وأرب الأرب الأرب أرب 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 تهجاه إذن هذا أيضا سأسويها بداية حرف الإي كابتل وبالأخير أخلي نقطة لا علامة استفهام لا أخلي علامة استفهام لأن عندي وين لأن عندي وين السؤال السادس والسؤال السابع أنت تحلهم السؤال السادس والسابع أنت تحلهم هنا ما عندك فارجة دير بالك أنت لازم تحطها طيب هسا راح ننتقل على المعاكسات المعاكسات كلش مهمة ودائما يجن بالامتحان الوزاري وراح أشوفك شلون تيجي بالامتحان هسا يلا خليكو ايايا hard صلب soft ناعم hard صلب soft ناعم plain لون واحد colorful ملون plain لون واحد colorful ملون cheap رخيص expensive غالي cheap رخيص expensive غالي thick سميك thin رفيع light خفيف جي اتش ما تلاقض thick تخين long طويل short قصير big كبير small صغير old كبير young شاب fast سريع slowly بطي هاي جاي وزاري tall طويل short قصير new جديد old قديم bad سيء nice لطيف مرات good جيد نفس الشيء عندك unsafe او عندك dangerous يعني هاي غير آمن او خطير وعندك safe آمن هذه المعاكسات جدا 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 مهمة احفظ لي ياهن مثل اسمك عندك انا friendly غير ودود و friendly ودود هذن الكلمات مهمات اريدك تحفظ لي ياهن شوف هنا بس الفرق يوهن بس مجرد فرق يوهن فاحفظ لي ياهن يعني تحفظ لي وحده وتحط لي عليها يوهن فقط هالصراح نيجي على الاختصارات عندك الآية اختصارها ام الآية اختصارها she is اختصارها she's يعني من تشوف بالامجحان he is انت تحطها he's تحيط الآية تشيل هذا الآية اللي بالنصف وتحط فارز ابمكانه it is it's there is اختصارها theirs what is اختصارها what we are اختصارها where they are اختصارها there you are اختصارها your i have اختصارها i've we have we've you have you've تلاحظة ال-H-A انحذفناها وحطينا فوقاها فارزة was not اختصارها wasn't is not اختصارها isn't is not isn't can not اختصارها can't ركزلي عليهم طيب عندك she has she's ايضا ال-H-A تنحذف ونحط ببدالها فارزة شوف هذنه تلاثتهم نفس النظام تلاثتهم نفس النظام عندك let us وهي جاي وزاري كلش مهمة بنشوف let us اختصارها let's بنشوف let us اختصارها let's كذلك عندك i will وال-he will هذنه جماعة ال-will ثلاثتهم اشيل ال-w وال-i وحط ببدالها فارزة وهذنه لازم تكتبهن مرتين وثلاثة واربعة على مودي طبعا ببالي وما انساها قبل لان اذا بس تشوفهن ما راح تحفظهن عندك ال-will not اختصارها won't هاي اختصار شال عندك ال-i would اختصارها i'd شوف هنا i يعني تحذف ال-w وال-u ال-o وال-u وال-l كلها تنحذف ونحط ببدالها فارزة عندك i should اختصارها i'd should not اختصارها shouldn't where not اختصارها weren't ال-not دائما ال-not من نشوف not كل ال-not الشي ل-o وتحط ببدالها فارزة يعني تدمجهم مع بعض هاي تحذف هاي تحذف تحط فارزة ببدالهم فقط تحط فارزة ببدالهم فقط كذلك عندك ال-will not اختصارها we will اختصارها we'll لان احنا اصلا ذكرنا انه w هاي ال-wh هاي تشيلها وتحط ببدالها فارزة على كل الضمائر كذلك عندك ال-not مثل معلمتكم انه تشيلها ونقربهم على بعض ونحط فارزة فوقهم راح اشوفكم هس شلون جاي بالامتحان الوزاري هس راح نجي على موضوع الجمع طبعا موضوع الجمع موضوع مهم ورجاي بالوزاري هاي عندك كلمة car معناها سيارة cars يعني سيارات جمعناها اذا من اريد اجمع شا سوي اضيف s عندك pen قلم pens اقلام حلو ملاحظة الثانية اذا انتهت الكلمات بالحروف التالية من نشوف كلمة منتهية بوحدة من هاي الحروف راح اضيف es او علي زين شا راح اضيف راح اضيف es ما راح اضيف es راح اضيف es فانتبه bus اشوف ضفنا es glass glasses ضفنا es حلو ملاحظة اذا انتهت الكلمة بحرف y وقبله حرف صحيح يقلب y الى i es من نشوف y بالاخير شوف لهاي كلمة y وقبل y اكو حرف صحيح اقول story stories قلبنا y شوف هذا y هذا y الذي عندي بالاخير هذا حذفته حطيت ببدالة ies lori هذا y اللي بالاخير حذفته وحطيت ببدالة ies حطيت ببدالة هاي التركي شوف مثل ما انت شوف قدامك lori اذا انتهت الكلمات بحرف y وقبله وحرف علة حروف العلة هنه معروفات طبعا اس راح اكتبلكم اياهن ايضا فقط نضيف s اذا عندك مثلا كلمة toy اصير toys key اصير keys ليش ما قلبنا لان عندك حرف العلة هذا حرف العلة ما يقبل خلينا اكتبلكم هنا حروف العلة حروف العلة حروف العلة اما i وعد اي و اي و u و o خمس حروف هذن من تشوفن ما راح تقلب هذن الحروف من نشوفن ما راح نقلب من نشوفن ما راح نقلب اوكي عندي toy صغلي toys ليش ما قلب نيلي عندك هذا حرف o الحرف o ما يقبل طيب اذا كان الكلمة منتهي ب f او e f راح اصير this نقلب ها الى these these اذا عندي wife wife is اذن wives knife knives اذن قلبنا fe اللي عندنا هنا بهال الكلمة الى these شوف وهذن لازم تكتبهن يعني انا اجي اكتب وحط برقب قلم واكتبهن اكتبهن عشر مرات عشر مرات عشر مرات على موض من تجين بالامتحان اذكرها طيب عندنا ايضا حالات جمع شاذة وهذه الحالات ما تتبع قاعدة لازم نحفظها حفظ عندنا حالات شاذة لازم نحفظها مثل عندي كلمة من رجل من رجال شاذة هاي جمع شاذ ومن امرأة ومن ومن نساء هاي جمع تيف يعني سن تيف توث تيف يعني اسنان اذا جمعناها فوت فيت اقدام شوف عندك طفل أطفال هذن جمع هنشار لازم احفظ هنشار شون احفظ من خلال الكتابة تكتبن 10 مرات 15 مرة وراح نحفظ الآن احنا اخذنا هاي المواضيع خلينا نحل اسئلة وزارية على هذا الموضوع هذي المواضيع اللي اخذنا اجا هذا السؤال قل لي لونغ صايرة شورت الهارد شنو عكس هاي اجهنا اكتب لي ياابه الهارد عكس هاي صوفت صوفت حلو قل لي I am صايرة I am He is شنو اختصارها اقول لي ياابه He is احط له هيت وحط فارز زاوز اقول لي هذا الحل الصحيح بعدين قل لي Books صايرة Books دراور شنو صير فقط احط الهأس اكتبها مثل ما هي وحط الهأس شوف اذا هاي تجيك الاسئلة بالامتحان شوف لهنا قل لك ياابه لونغ صايرة شورت اللايت شنو عكسها هذا وانا قلنا لايت عكسها ثك شوف اللي هي معناها ثخين اذن لايت ثك فشوف شون تجي الاسئلة نتكلم الان على موضوع الصفة المقارنة والتفضيل موضوع المقارنة والتفضيل من المواضيع المهمة واللي تجي عليها اسئلة بالامتحان الوزاري طيب الان عندي كلمة معناها قصير بالمقارنة اقول شورتر يعني صارت اقصر بالتفضيل احط est فصير shortest اذن انا عنديك شورت قصير قلت شورتر صارت اقصر shortest الاقصر nice لطيف اذا كانت الصفة منتهية بحرف اي فقط اضيف r فرح اقول نايس شوف هنا فقط ضفت r صارت الطف بالتفضيل احط st فراح اصير الالطف طيب اذا عنديك كلمة منتهية بحرف صحيح وقبل حرف علة big اكرر الحرف الاخير فراح اقول bigger كرر الحرف الاخير وضفنا er فصارت bigger اما هنا فراح اضيف est ايضا اكرر لان منتهية بحرف صحيح وهذا حرف i حرف علة فراح اقول biggest اما اذا كانت منتهية بحرف y فحرف y يقلب الى i e r رح احط هذا اي e r فاقول easy رح اصير easier قلب ال y شوف هذا عندي حرف ال y هذا شلته وحطيت البداء الى i e r easier من تريد تحفظ هذا الموضوع لازم تكتب مو تباوع لعلي وبس اكتب مرة ومرتين وثلاثة واربعة وخمسة وستة الى ان ينطبع طبع بالي وارف اكتب بالامتحان اذا قال لي بالتفضيل اقل easiest easiest يعني هذا ال y اللي عندي هنا راح اشيله وحط بداء i e st i e st فصار the easiest the easiest طيب اذا كانت الصفة طويلة 6 حروف مثل عندي كلمة colorful احط قبلها more احط قبلها more شفيت اذا اذا احنا راح اخلي قبلها more قبل الكلمة هاي طبعا بالمقارنة فان على سبيل المثال عندي كلمة colorful هذه colorful هذه احسب ها واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة اذا هاي طويلة طالما هاست حروف وفوق فراح اخلي قبلها اخلي قبلها more وبالتفضيل اخلي قبلها most طيب وطبعا هنا هناك حالات شاذة عندك good بالمقارنة الصير better وبالتفضيل الصير best وعندك bad الصير worse وبالتفضيل الصير worst وعندك far صير farther يعني ابعد وfar thest يعني الابعد هذن تحفظ لي مثل اسمك يا بطل تحفظ لي مثل اسمك هسا رح نجي على اسماء العائلة اسماء العائلة هاي اسماء العائلة مهمات عندك grand father ويدلعون او الاختصار مالت grand ب او مرات يقولون grande فهذن تحفظ لي اياها ولازم تعرف لي انه معناها جد عندك grand mother يختصرون الى grand ما اللي هي جدة وجدة ولازم تحفظ لي اياها طيب عندك father يعني اب dad و daddy هذا اسم الاختصار كلش مهم اظن اذا اجتني كلمة mother اقول mom او مرات يجيب لي mommy فانت لازم تعرف aunt auntie يعني عم او خال uncle عم او خال brother معناها اخ sister اخت cousin يعني ابن العم او بنت العم ننتقل الان الى الوظائف والعمل teacher يشتغل بالمدرسة وهذه كلش مهم تجيك اختيارات تجيك كلمات لازم تنزلهم جوه حسب المعنى اختيارات المهم مهمة لازم تحفظها waiter نادل يشتغل بالrestaurant بالمطعم doctor اللي هو المريض يشتغل بالhospital كذلك عندي كلمة nas اللي هي ايضا hospital كذلك عندي bus driver اللي هو يكون يعني على routes على الطرق engineer مهندس ولازم تعرف نهايتهم كلش مهمة لان مرات يجيب لك كلمة teach وانت لازم تحط لها er طيب engineer oil refinery اللي هو مصف النفط الفارمر يشتغل بالfarm عندك house wife ربة المنزل تشتغل في البيت عندك IT programmer اللي هو مبرمج يشتغل بالoffice الbuilder عامل البناء يشتغل بالbuilding site موقع البناء shop assistant مساعد المحل أو عامل المحل يشتغل وين بالمحل و يعني طبعا للك كلمات مهمات waiter nadel cook طباخ actor درايفر ساق شوف درايفر مرات تحط لك بدون R انت لازم تحط لها R هالكلمة اريدك تحفظ لياها مهمة جدا وخصوص نايت ها وعندك كلمة builder عامل بناء كلش كلش مهمة كلش مهمة وكذلك عندك كلمة office مرات ما يجيب لك R انت لازم تحط لها R الآن نتكلم عندك كلمة eat اقول eating read reading work working طيب اذا كان الفعل انتهي بE احذف لك عندك كلمة take صار taking حلفنا write writing move moving come coming مرات لازم اضاعف مرات لازم اضاعف عندك كلمة travel انتهي بحرف صحيح وقبل حرف علة فاقول traveling اذا كررنا اذا تلاحظ انها كررنا لماذا لان منتهي بحرف صحيح وقبل حرف علة مثل عندي كلمة stop صارت stopping كررنا الحرف الخير وضف ing اذا عندي كلمة plan ايضا لان عندي حرف علة شوف الان والم لان كلهم راح اكرر وضيف ing كلهم راح اكرر وضيف ing طيب طيب اذا كان الفعل اذا كان ينتهب y ما راح اقلب احنا دائما متعودين اذا كان ينتهب y اقلب y انا اقلب عندي كلمة buy ملك علاقة باللي قبلها واللي وراها ملك علاقة بي buy اما نشيف buy بالاخير ما تقلب buy ال i وضيف ing شوف هذا السؤال اللي جاي وزاري قيل لك eat صار eating الرن شصير مباشرة نتكرر الحرف الاخير وضيف ing فتقل run running رن رنكرر الحرف الاخير ونضيف ing ليش لمن تايب حرف صحيحة قبل حرف علاق كذلك عندي الماضي اضافة ed اضافة ايضا موضوع مهم من اريد احول الفعل للماضي اقول walked فمثلا عندي كلمة work يعني work معناها يعمل work يعني عمل save يعني حفظ saved يعني حفظ طبعا اذا كانت الكلمة منتهي بحرف اي انا ما رح اكرر مثلا عندي كلمة save مثلا عندي كلمة like مثلا عندي كلمة love بس حضي لان اقلب الى وضيف ed مثلا عندي كلمة try فصير عندي tried انتبه زين بال ed اقلب بس ing ما اقلب طيب اذا عندي مثلا try قل tried طيب اذا عندي مثلا كلمة stop اكرر الحرف الاخير وضيف ing اذا عندي كلمة stop صارت stopped stopped اذا نكرر نكرر طيب شوف ايا حرف الO حرف الO طيب كذلك عندي شاذ افعال شاذ مثلا عندي كلمة take صير took take يأخذ took اخذه put يضع put وضع نفس الشي تبقى buy يشتري bought اشترى go يذهب went ذهب سي يقول said قال كذلك عندنا blue نفخ يعني بالO يصير e ينفخ وهنا رح اصير بالماضي نفخ كذلك عندك كلمة make يعني يصنع بالماضي made يعني صنع do يعمل و did معناها عمل وليدك تعرف لي انه كلمة last وكلمة yesterday هذان يدلون على الماضي ننتقل الان الى موضوع المعادن موضوع المعادن ايضا من المواضيع المهمة واللي موجودة بالكتاب وتجعلها اسئلة why الان عندي كلمة metal معدن وياها clock ساعة وkey مفتاح لان الكلمات كلش مهمة ولازم نركز عليها طيب عندي leather leather jow 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 الجلد الجلد احنا نصنع من عنده دائما يعني الجلد احنا دائما يعني بشكل عام نصنع منه جلد boots حذاء او اريكة طيب الزجاج نصنع منه عنده jug اللي هو الابريق والدورس الباب اكبوب من الزجاج يعني اللي هم الباب اللي يصير به زجاج يعني عندي rubber اللي هو المطاط نصنع من عندنا toy اللعبة ونصنع من عندنا gloves اللي هي چفوف چفوف كذلك عندي دينم اللي هو القماش القوي اللي نصنع من عنده jeans من طرون jeans وكذلك نصنع من عنده trainers يعني معناها حذاء رياضي طيب كذلك عندنا الخشب البود ونصنع من عندنا bat المضرب ونصنع من عندنا الدرج الدرج طيب كذلك عندي كتن اللي نصنع من عنده towels منشف baseball cup اللي هي قبعة ال baseball واخر شي عندي الصوف اللي هو sweater نصنع من عنده السترة واردك تعفضي كلمة كلش مهمة is made is made from يعني مصنوع من مصنوع من هالكلمة مهمة is made from يعني مصنوع من هالكلمة كلش مهمة اريدك تركز لي عليها وتحفضلي معناها كذلك عندي الضمائرة الانعكاسية وهي الضمائرة الانعكاسية اريدك تحفظ ضياها مثل اسمك لان صراحة كلش مهمات كلش كلش مهمات ال ا اتصير myself اذا اجاب لك ا انت تقول اريد اتحط myself اذا اجاب لك you اتقل yourself ال he اصير himself she اصير herself ال it اصير itself ال we اصير ourselves وال you اصير yourself وال they اصير themselves لذلك عندنا هاي الاختصارات كلش مهمة ال g gram meter المتر سنتيمتر اختصارها cm kg 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 km mm mm اختصارها mm ايضا ايضا يجن بالامتحان الوزاري واريدك تحفظ ضياها المهمات خلينا ننحل هاي الاسئلة نجي هذا السؤال نقال ريرايت منشوف كلمة ريرايت طبعا هو يجيني حتى بالعربي وضح لي يعني هذا هذا يعني هذا التنقيط اول شي قل لي how much how much يعني اكمل كمية وال how واحدة من الادوات اللي قلت لكم هاي ما السؤال من اريد احل اول شغلة اسوي هنا capital هذي طبعا راح اسويها capital سويها capital بالبداية how how much تنزل مثل ما هي how much is تنزل مثل ما هي this تنزل مثل ما هي خط مرتب و dress هاي dress واخلي علامة السؤال في نهاية الجملة ليش سؤال لأنه قل لي how much يعني اكمل كمية وهذا ال H لأن بداية الجملة سويت capital اجعل السؤال اللي بعد قل لي يا بق long صير short long صير short الهارد ش صير نرجع المعاكسات هاي معاكسة اقل لي الهارد صير soft soft طيب قال لي I am صير I am he is شصير اقل لي he is هاي اختصار طيب هنا قل لي book كتاب صير books drawer شصير اقل drawers هاي جمع close صير closest close صير closest اذن هاي تفضيل اجعل راح اقل لي smallest ضفت est ليش ضفنا est هنا ليش ضفنا est لانه اصلا ضيف هنا est هاي ما التوضي mother صير اموم هاي ايش هاي اختصار اذن الفاذر شي صير الفاذر شي صير شوف ها الفاذر يصير dead الفاذر يصير dead اذن الحل راح يصير dead اذن هنا انا جيت كتبت dead farmer صير farmer 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 صير farmer teach صير تون قلت تلكم عليها teach راح نزلها مثل ما هي وحط er مثل ما محطوط وهنا er راح احط er وحط or بس هنا احط teacher تون اخذناها وشوف تلكم ايها مثل ما هي احط er مدرس نجعل السؤال اللي بعد قيل re-write the sentence طيب تذكرون لما قلت لك الاختصارات ال what is هاية اصلها what is هاية اصلها what is مختصرين وقال لك what is بس ما حطين الفارزة انت شي سوي اول شي تكتب بداية جملة حرف capital استاذ لنبدأ حرف capital لان بداية جملة طيب اذن هاية w what هاية نزلها مثل ما هي هنزل هاية what وخلي فارزة فوق ال s لان انا قيل لك نحط فارزة ونزل the مثل ما هي والماتة تنزل مثل ما هي ما عند اي مشكلة اجقرها هاية ابو a b و s bas و m bas اذن هذا كبير b sim وحط ايضا على انت ستفهم لانه سؤال لانه سؤال طيب ايضا عندي سؤال اخر من قال fill in يعني هذا ما للاضافات قال long short light ش صير light تون اخذناها الصير thick اذن هنا راح اكتب thick اللي هي معناها ثقين طيب نجي قال الماذر صير اموم الفاذر شي صير قلنا dead الفاذر يصير dead drive صير driver build شي صير اقول له build اكتب مثل ما هي وحط er قل small صير smaller nice شي صير احقول nicer حط فقط r ما احط er لان اصلا عندي e people people صار pupils صار pupils يعني تلميذ تلاميذ حط لها s يعني جامعها اذن راح اقول feet ليش ما خط تلاميذ لان هاي جامع شاد مو خذناها شوف الفوت قلنا صير feet لا تنساها نجي قيل towels cotton يعني المناشف مصنوعة من القطن الكيز المفاتيح منين مصنوعة تاون ذكرناها من المتل من المعدن طيب خمسطعش بالانجليزي 15 يعني هاي ريت تكتبها رقم 17 شصير 7 17 يعني 17 شوف شون 17 شون كتبنا 17 يقول البوك صار بوكس جامعها الكوين شصير احط لها فقط س صار لكوين يعني جمعناها old and new كلمة old يعني قديم و new يعني جديد يعني هاي معاكسات طيب الفاست شنو عكسها خلينا شوف لكم اها الفاست عكسها slowly يعني بطي شفت انا مطيك don't do not قائل لك I don't الكن شصير بالاختصار هاي اختصار هي اختلف قلت لك تركز عليها can not شون نصير هذا الاختصار مالته راح تنحذف هاي كل تنحط لها فارز لذلك ركز ركز شوي الوراء قائل لك play صير played يعني هاي ايش يعني هاي مال ماضي طيب prepare شصير اقول لصير prepared اكتب الكلمة مثل ما هي وضيف لها d ما احط لها d لان هي اصلا انا عندي e انا عندي اي فقط احط عندي كلمة eat صير eating طيب الران شصير اقول له running اكرر حرف الاخير وضيف ing لانه منتهي بحرف صحيح وقبل عل هذا ليو حرف عل نجي السؤال اللي بعد قائل rewrite من قال rewrite يعني معناها هذا الموضوع مال التنقيط من اعجي اريد احل ابدأ بي كن بديت بكابتل ليش بدينا بكابتل ليش بدينا بكابتل كن لبداية الجملة الاي انا قلتلك من تلقاه حده سوي كابتل وهي تنزل مثل ما هي وليو تنزل هنا مثل ما هي وبالاخير اخلي علامة استفان استاذ ليش خلينا علامة استفان لان قلتلك كن اذا تجيك بالبداية كن وال تنر هل أستطيع أن أساعدك؟ السؤال اللي بعده مني قل لي يعني معناها فراغات لازم تبليه يقول الخفيف صاير عكسها يعني مطينا ضد هذا ضد طبعا عكسه فأني يعني معناها معاكسات قل لي اللونغ الشي صير أنا أعرف اللونغ وحافظها اللونغ صير شورت يعني قصير لون طويب شورت قصير قل لي التاولز هي منشفة والكتن يعني قطن يعني التاول مصنوعة من القطن الكيز المفاتيح منين مصنوعة منين مصنوعة المفاتيح قلنا مصنوعات من المثل هذا الجدول ما للمعادن اللي قلت لك عليه احفظ ليالي أن مهم نجي قول صار 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 الفار شو صير خلينا نرجع الموضوع المقارنة وتفضيل أنا شونو عرفت مقارنة لأنه منطين يعني صغير أصغير أصغير هو موضوع المقارنة وتفضيل الفار شو صير بالمقارنة فار ذار شوف وبالتفضيل صير فار ذست فانتبه لي عليها لأن شاذة كلش مهمة هاي الكلمة إذن هنا راح أقول له فار ذار شفت الحالة شلون صار تيتش تيتشر البلد شو صير فقط أضيف لها اي او اكتب البلد البي يو اي ال د و اي ار بلدر فقالي فاذر أب داد هذا اسم الدلع يعني شون اختصارها فاذر داد الماذر شن اختصارها قلنا موم اختصارها موم باق حقيبة باقس حقائب مجموعة بوكس تجي انت تريد تحل دير بالك هنا مو تقول بوكس وتحط لها اس نضيف اس لأن احنا ذكرنا إذا منتهيات ب اكس و اس وسي و زي هذن نحط لهن اس نجعل السؤال اللي بعد السؤال اللي بعده قايل ري رايت يعني عيد كتابة الجملة يعني هذا تنقيط اللي هو هذا مال الترقيم قيل لي من اقوف هاو كيف حركة وحده من اداة السؤال اذا اول شغلة لازم ابدي بكابتال طب ليش ابدي بكابتال لان بداية الجملة مني تنزل مثل ما هي سستر تنزل مثل ما هي دو تنزل مثل ما هي شوف دير بالك تخطأ شوف شوفها لازم تعدلها دير بالك دو يو تنزل مثل ما هي طيب هاو تنزل مثل ما هي اخلي نقطة بالاخير لا غلط اخلي علامة استفهام لان السؤال قايل اللي هاو كيفه وحده من الادوات السؤال طيب طبعا هنا هاو مني سستر يعني كم عدد الاخوات طيب هنا قيل اللي هارد عكسها سوفت اذا هاي ايش هاي معاكسها طيب اللي بلاين شنو عكسها اللي بلاين لعد شنو عكسها كالرفل تذكرون هلولا كالر كالرفل ملون الشي اصير هيرسيلف تذكر الشي اصير هيرسيلف حلو الشي قلنا اصير هيرسيلف اذا هاي ضمال انعكاسية الماي شصير شوف هاي الاي اصير هيرسيلف اذا اليو يورسيلف هيرسيلف فاركز لي عليهم هو قيل الاي صير هيرسيلف اللي هي شصير اقل له اصير هيرسيلف فراح اكتب له هنا هيرسيلف شفت شنو صارت طيب طيب قيل التيج صارت تيتشر طبعا هنا فقط اضيف اقلتها فقط اياه هاي ها يمكن طيب قيل بوك صارت بوكس الشوب شتصير فقط حط الهأس ما بيها كل مشكلة طيب تذكر لما قلت لك لما تنتهي ب اي دير بالك لا نكرر ولا نقلب ولا كل شي بال اي ان جي فقط بس بال اي ان جي اذا هنا بس بس اقول باين كل شي ما راح اسوي يقول الهي از صاره الهي از صارهيز اذا الا اي ام شصير اصير ام فانت بهري عليها شوف هذا الاختصار شلون يصير شوفه شلون يصير السؤال اللي بعده ري رايف ذا سنتنس اعد كتابة الجملة بنا شوف ري رايف ذا سنتنس يعني معناها هذا السؤال بديل بهاي باسم وانا قلت لك اذا بدينا بجملة افتتاحية مثلا هاي مرحبا دير عزيزي طبعا اول شي بداية الجملة حرف كبير وراها باسم ابو ابا اتجاه هاي باسم وراها خلي فارزة ليش خلينا فارزة لان اسم شخص هاو اريو هايا هاو اريو كيف حركة تنزل مثل ما هي وبالاخير اخلي علامة استفهام ليش خليت علينا تستفهام ما هو سؤال شون عرفت السؤال من هاو لان انا قلت لك الهو من تجيب البداية هاو اريو واحدة من ادوات السؤال حلو نجي ال اي صايره ما يصيره ما يصيره الهارد صايره ما يصيره طيب يقول الهاند صايره الهاند صايره طيب ما يصيره اقول له نزل الت وضع هنا وقال الت نايس صايره نايسر ما يصيره فارذر حطينا لها هي شو انصر لانها يشاذه وي ار صايره وير وشان مختصرينه الآن ما يصيره وقلت لك هاي مهمه وجايه وزاري تصير لتز شوف هنا قيل لك الدكتر شوف هاي حاط لك حرف ايه يعني غلط بعد لك ايها قيل لك دكتر هنا قيل لك باس دايبر انت تحط ار انت تحط هنا ار صير باس درايبر اذا اكو ار هنا حطيناه وشان نقص حطيناه احنا شوف فتنتبه زيان على اسئله السؤال اللي بعده يقول من قال لفل ان يعني املأ الفراغات طيب تيتش صايره تيتشر الدرايف شي يصير فقط احط ار فقط احط ار صارت درايفر اكتب الكلمة طبعا اكتبها كاملة درايفر اكتبوها كاملة وبعدين احط ار لا تنسى فقط ار لان هو اصنان انت عندك ايه يقول اللونك صايره شورت الهارد شنا عكزه تونا اخذناه بعد ما اعيده خلص طيب ديسك صايره ديسك شوف حط الاس اقل له اهنا توث شي يصير قلنا توث يصير تيتش طيب طول طويل صايره طولر ايزي اشلو نسويها مقارنة اكتب الاي مثل ما هي ايزي هذا الواي قلنا اذا تنتهب واي نقلب الواي الى اي اوضحط اي اي ا اي ا فصارت ايزيار شوف شون صارت ايزيار شوف ايزيار تنت يقول لالك الازنط اختصارها اذن هاي اختصار وقال لك دازنط شن اختصارها ا牙 اقله اجي اقل ل وهذا موضوع الاختصار نبهت عليه من البداية وقلت مهم اذاe نجعله موضوع مهم قلي وقال لسوفت صغير اللونغ تنية مبينه شورت سمول صغير وهان منتهى بواي أكتب الكلمة مثل ما هي دائما كتب الكلمة مثل ما هي بريتي ومنتهى بواي أقلب الواي الى اي وحط اي اار قلنا نضيف اي ار بريتي ار لو ضيف الى EST كان اضعت الى EST قللي تعيش صغير تيتشر البيلدر مباشرة اضع ار قللي الفاذر كلمة هاي طبعاً father هنا father صارة dead father صارة dead الماذر شصير؟ قلنا الماذر يصير mom pupil يصير pupils اذا الفوت شصير؟ قلنا الفوت يصير feet towels هو مصنوعة من القطن المفاتيحة منين مصنوعة؟ قلنا من المتل اللي هو المعدن طيب نجعل هذا السؤال مار التنقيد السؤال هذا مار التنقيد يقول قرى الكلمة دعا دا دانة هذا حلو هذا اسم شخص ابدي بي كابتل طبعاً طبعاً حتى لو انت ما تعرفت قراءة بداية الجملة دائماً لازم يصير كابتل كالس تنزل مثل ما هي وسام 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 to get تنزل مثل ما هي وبالاخير لا تنسى تخلي فارزة نقطة عفواً طيب ليش أخلي نقطة؟ لأن ما عندي فتشيد على السؤال طيب السؤال اللي بعده قيل what what time بين أداة سؤال بالاخير راح أخلي علامة استفان فأجهنا راح أقول what هاي الwhat تنزل مثل ما هي و time تنزل مثل ما هي و time تنزل مثل ما هي does تنزل مثل ما هي هنا هذا أيضاً ابدأ بكابتل و leave تنزل مثل ما هي ما عندي بيها أي مشكلة و home ما عندي بيها أي مشكلة لا هي اسم شي خاص وبالاخير أخلي علامة استفهام لأنها سؤال شون عرفته السؤال؟ من خلال what نجي هنا قيل لك teach صايرة teacher البلد شتصير؟ قبل أحط له أضيف أكتب الكلمة طبعاً أكتبها وأحط ER قيل لي long صايرة soft long عفواً hard صايرة soft long شتصير؟ أقول له short book صايرة books الفوت شتصير؟ أقول له feet أكتبها مثل ما هي أقول feet old صار older close شو صير؟ أكتب الكلمة مثل ما هي وأحط فقط R دير بالك فقط R لأن هي منتهية فقط لأن هي منتهية B طيب قول ال older حلناها towels من شف cuten keys الكيز شين هي؟ هاي هو جاي وزاري قيل لك متر معدن بعدين قيل لك أغرام G المتر شين هو اختصارها؟ أقول له M فقط لو قيل لي مثلاً سنتيمتر أقول له cm هذا كل ما موجود بموضوعنا أي سؤال أو استفسار أنا حالي